كالصاعقة نزل إقرار استثمار الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي بعد انتزاع ملكيتها من أصحابها على رؤوس المتضررين في منطقة الرضوانية والبالغين أكثر من 250 ألف مواطن يقطنون المنطقة منذ مئات السنين على أرض مساحتها أكثر من 16 ألف دونما وبحسب النائب أحمد الجبوري فأن المستثمر حسين السجواني الإماراتي من أصول إيرانية منح هذه الفرصة لقربه من أصحاب القرار على الرغم من فشله في مشاريع أخرى منحت له سلفا لهذا المستثمر وهذا المستثمر وهو المدعو حسين السجواني وبصرف النظر عن جنسيته فهو يمتلك الجنسية الإماراتية ومن أصول إيرانية هذا المدعو تم أخذ فرصة من هيئة الاستثمار للأسواق المركزية ولم يفلح في هذه الفرصة استطاع من خلال اللوبيات ومافيات الفساد أن يحصل على هذه الأرض المتميزة والتي يسكنها الآلاف نواب في البرلمان أعلنوا عزمهم جمع تواقع لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار بسبب التخبط وعدم مراعاة حقوق الملكية الخاصة للمواطنين معتبرين القرار خرقا للقوانين النافذة ولأحكام الدستور نطالب نحن ممثلي المدن المحررة من الإرهاب وفي مقدمتها بغداد وحزامها الأمين حكومة السيد عبد المهدي إلى إلغاء قرارهم بالرقم 175 لسنة 2019 وتبعاته وإجراءاتها اللاحقة واحترام أحكام الدستور والصلاحيات الدستورية المضمونة لمحافظة بغداد تعزيزا لنظام اللامركزية الإدارية ووقف كل محاولات تقنين التغيير السكاني التي تنتهجها ما تسمى بهيئة الاستثمار الوطنية أياد الجبوري النائب السابق عن مناطق حزام بغداد أكد أن قرار تحويل الأراضي المحيطة بمطار بغداد إلى الاستثمار لم يحصل على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية ابتداء من عائدية الأرض وصولا للوزارات المختصة أي عقد الآن موجود تريد جنابك تقدم للاستثمار الموجود يجب عليك أن تاخذ كل الموافقات الموجودة ابتداء من عائدية الأرض إلى كل الوزارات المعنية هذا العقد ما مر بهاي كل الجزئيات اللي موجودة أكثر من سبعة آلاف منزلة ومساحات شاسعة من البساتين سيتم تجريفها فمن المسؤول عن هذه الزوبعة ولمصلحة منه؟ اشتركوا في القناة